فتحت المصلحة الولائية لشرطة القضايا بمدينة تانجا بحثا قضائيا تحت إشرف نيابة العامة المختصة وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تاريب شحنات والمخدر الكوكيين كانت على متن حاوية للنقل البحر قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان وذكر مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد توصلت سلطات الأمنية والجمركية بميناء تانجا المتوسط بإشعار من تقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل بعد مشتبها في حمولتها وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة مكنت من حجز 25 كيس يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاستناعية وأضاف المصدر ذاته أن الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقنية الشرطة العلمية والتقنية أوضحت أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكيين وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلو جراماً وأربعمائة جرام تقنية محجوزة